أسعىكم أخواتنا وأخوانا العزاء معكم أخوكم بشير اليوم في مفاجأة جميلة جدا وخبر سار جدا إن شاء الله ينال إعجابكم نحن السنة الفاتحة تكون عملنا البزار وأظهرتم مع آراتكم إن شاء الله حتى الميلة تبهر واشترى من الجميع ورقة كلمة جميلة جدا يمكننا الناس اتمنت حاجة اتمنت إنه لو عندنا سنتر دائم السنة كلها نعمل فيه ونسوي فيه وإلى آخره فالبشرى اليوم إن شاء الله بقى عندنا سنتر دائم السنتر إن شاء الله عنده هدف واحد هو النجاح فقط النجاح كيف إنه كل واحد فيه ننجح في حشتين ننجح في دينه وننجح في دنيا ننجح في الدنيا وفي الآخرة طيب قلنا نوضح قصدا نشرب الدنيا وفي الآخرة أول حاجة نبدأ بديننا بآخرتنا الحاجة الأولى هي إنه هتكون فيه نشاطات قائمة كل يوم في الأسبوع ابتداء من الويكنده يعني ابتداء من الويكنده كل يوم أحد من الساعة 12 للساعة 2 هيكون فيه قرآن عربي لفئة الأطفال إلى 18 سنة وبعد كده هنزيد وحنزيد إن شاء الله يمكنني ابتداء من يوم اللاحد إن شاء الله من الساعة 12 للساعة 2 هيكون فيه قرآن للأطفال إلى 18 سنة يوم السبت هتكون كل يوم السبت الساعة 6 ونص في تلاول الرجال كل يوم السبت من الساعة 6 ونص هيكون في تلاول الرجال الأخوات كانوا طلبوا ما الأطفال لكن الأخوات كانوا طلبوا تجويد أحكام التجويد فالحمد الله عندنا أخوات الله يزيدون كل خير إن شاء الله حقوم بالمساعة التجويد وحينزلوا الجدول إن شاء الله في الأيام القادمة في الجروب وتابعنا في الجروب النشاطات حتزيد وحتزيد وحتزيد أيوم الجمعة إن شاء الله من الساعة 12 ونص للساعة واحدة ستقام صلاة الجمعة برضو إيشاء الله ستكون في نشاطات إضافية أثناء الأسبوع عشان أولادكم أو بناتنا ما نطلع من مدارس الساعة اثنين ونص ثلاثة ممكن ننزلهم في السنتر طوالي مرات يكون في قصص الأنبياء مرات السيرة النبوية مرات يتكون بالانجليزة عشان أولادنا يقدروا يطلقوها ويتعاملوا معها مرات ممكن تكون بالعربي برضو للناس الزينا اللي برتاحوا للغة العربية أكتر وكده إلى آخره لكن هتكون في نشاطات مستمرة دائما عربي وقرآن وتربية إسلامية طيب الرسوم بالنسبة الرسوم مجانا ما في أي رسوم اشتراكات ما في أي اشتراكات تبرعات زيكم الله خير أو دعوا علينا بس люблю أي تبرعات دارين اشتراكات وك opinions. أي وحيد الذي يجيد علم الذي يجي علم أن يجي مجانا أي وحد الذي يجيد علم الذات يجي علم التعليم دراه مجانا أي وحد الذي يدرس العربي وقرآن وتربية إسلامية تفق Terms رجاله يتدرس عربي وقرآن وتربيه اسلامي. يدر مجموعة من المدرسين. يأكيد ان شاء الله كل ما جاءت مهارات زي مهاراتكم ان شاء الله حبيبت يتدرسوا. وحنستفيد منها ان شاء الله يرتجي يتدرسوا ان شاء الله. الناس يتسجل. في الجروب حتلقوا الاعلانات اكتر واكتر والنشاطات حتزيد في الايام القادمة. نجي بعد كده لمسألة البزنس بقى والحاجات ديه. احنا ماذا نقول بجروب بتاع المجاح. عاوزين الناس تنجح. الزولة حبيبتنا سيفتح. بعد كده يوسع البزنس الى اخير. فعندنا كمية من المكاتب والغرفة الموجودة. يعني واحد بتاع اقار. انا بتعريل الاستيد عاوز اعمل لي مكتب. يحكين ما ممكن اعمل لي سواء. لا لا. تعال اخذ اخذ جوزه من المكتب للأداة مجانا. يوم يومين يسبوع يسبوعين لغاية البزنس بتاعك ما ينموك وعندك زباين. ورباني يوسع عليك. انا انسان بتاع ترجمة. انا انسان بتاع هجرة. انا انسان بتاع بتاع قانون وباراليجل. انا انسان بتاع. وهذا المجال بتاعك. انا واحدة من الاخوات ذكرت انه منتازة في البكياتش. عاوز تعمل حنة وعاوز تعمل معارف شعر ومنكير. طوال من هذيك غرفة. بمفتاحة تعمل لموعيدك تجيب زباينك. رباني يوسع عليك ويوفيكك. لاحظة من الحكاية ما تنجح. وبعد كده نسبش اللي قدام. فانحنا عندنا كمية من الغرف والمكاتب وفي الموقع ان شاء الله. عاوزين لكم تنجح البزنس بتاعكم. ده هدفنا بس. بعد كده الدورات. الدورات في دورات حتكون في كيف الواحد يفتح البزنس وكيف يعمل البزنس. ولكن برضو في الحاجة الاكاديمية. يعني من حياتها بتكسر خاطرة الواحد انه انه عدد من المهندسين وعدد من الاطباء والمحامين اللي كانوا في السودان يعني زبلائنا وعبابنا اللي بنعرفهم. اللي لابكون شغال مثلا شغال اوبر ولا شغال في مطعم او كده. ما فيها اي عيب. انا يا مجامعة بفتخر كنت شغال في مطعم. وبفتخر جدا كنت بنظف الحمامات وبكنو سرواطة ويعني عزكم الله وبفتخر ويحبها جدا يعني. ولكن يعني ريح نعاوزونا ننجاح. عاوزين برضو نرتقي بوظائفنا يعني كده. فحنعمل كلاسات للناس اللي عاوزوا تعمل المعادلة الامكات. الناس اللي عاوزوا تعمل الامتحان بتاعهم. حنعمل سيشنز في الموضوع ده. حتكون. انا سألوا عاوزو تعمل قلاصات للسيتيزنشيب. هتكون كمية من القلاصات نازلة دورات نازلة. حتى لو واحد فيكم عاوز يدرس مادة. انتم اخي الصيام في حاجة. عاوزين تدرسوا حاجة. عاوز عاملها بقروش. تعالوا نعملها بقروش. الربح مية في المية فقكم. لو انا حامل قلاص بتاعه مثلا كيف تكون لاب تاكميشن. هدفي عشرين ولا خمسة وعشرين دولار في الساعة للطلاب اللي حيسجلوا. عاوزين الناس تجرب وتنجح في البيزنس. في ناس عاوز تعمل مجان تعمل مجان. جاني واحد من اولادنا وشبابنا مبارح يذكر انه عنده خبرة في وعاوز يدرس في الموضوع ده. تعال تفضل درس السنتر ده بتاعك مية في المية. احنا محتاجين لفئتين من الناس. الفئة الاولى اللي هو الشخص العاوز يقدم حاجة. الناس اللي عاوز يقدم ده في تدريس في التعليم في نفتح البزنس بتاعهم ربا يوفيكم. في ناس عاوزة تستفيد. في ناس عاوزة تسجل الكلاس او دارة تسجل اولاده وبناتها. تعالوا سجلوا. في ناس عاوزة تفتح البزنس بتاعه. تعالوا اخذوا من الخبرات. طيب. اه للتوضيح يعني احيانا مرات عشان ما نكون في اي كونفلكت. ان احنا في البزنس جروب ويستان وان هنرد فرسنت. وعاك في مية في المية مع المنظمات الخيرية الموجودة. انا بقول له الحكاعدة عشان نوضح ان احنا ما منظمة خيرية. ولا منظمة خدمية. احنا زي ما قلنا هدفنا نجاح انه كله زي ننجح في مجاله في دينه في في آخرته. فلا نوعس ما الناس ستحسنوا في تضارب مع المسجد. بما انه هنصلي صلاة الجمعة. وفي رمضان التراويح ستقاموا. الخمسة صلوات هتكون مهتقام ان شاء الله. وحتكون في مدارس اسلامية. او لانه جزء من الناس او غالبين الناس دارين في تضارب مع الجامعية او مع الجالية. فراعزكم صريح جدا من الاول. انه ان احنا خدام الجامعية السودانية الجالية السودانية والمسجد. في اي وقت هم حابين ايجو. يعني الشيخ مولهم داريجي في خطبة الجمعة. يدي خطبة الجمعة مثلا. وياخد تبرعات. على دين مفتاح. مش اهمونا طوها للمحل معلهم. ويسكوا زول زول. ياخدت ما دفعتي اشتراكاتك. اخدت ما دفعتي اشتراكاتك. ياخدوا تبرعات وياخدوا بتاع. ان احنا في السنتر او في السيرفيس بتاعتنا ما حنسمح لأي حد يمس او ينتقد او يتكلم عن الجامعية او الجالية او المسجد دير الناس ضحت. دير الناس قدمت. الله يجبهم كل خير ربار يوفيقهم ان شاء الله. وانحنا خدامهم. عايزين لنشكرهم على الحاجات اللي قدموها. يعني احنا بس يعني ومعدل ما منظمة لا ربحية. عشان كده ما داري منكم اشتراكات لا داري منكم تبرعات. يعني احنا ناس عاوزين لنكم تنجحوا. داري اشتري بيت. هاد الطريقة. يلا قوم اشتري بيت. داري اعمل بيزنس. انا هنساعدك عشان تعمل بيزنس. عاوزين تعمل بتاعتك. الداري من الرزمي تعمل الرزمي بتاعتك. طيب اي بنتونية بالنسبة للآخر عاوز تحفظ قرآن تعال نتحفظ القرآن. دائرة تدعلم بعرفة السيرة النبوية تعال نتعلم السيرة النبوية. ده بعدين في ركتة مرضو مهمة جدا. خطبة الجمعة. خطبة الجمعة. الهدف يعني احتبا على الأول أسبوع أسبوعين حنشارك احنا بعض الناس العجاز. لكن الهدفين في فترة بسيطة جدا. عاوزين اولاد مي في الجامعة. اولاد مي في الجامعات. اطبع خطبة الجمعة. وانجي دهدو خطبة الجمعة. ولدك هو في الجامعة او ظينه هو اطبعه. يكون رفس كده يرجى في خطبة الجمعة. يكده جمعة التانية. حيكون عنده ثقة في نفسه. الجمعة التالتة حيكون احسن. احنا حتى خطبة الجمعة ما لهدخ ان عندنا اجنده وعندنا لا لا لا. احنا اوزين اولادنا. هم ju explo ويعني هما هما الي صلوا بينا او عشان شلوه. يكون عندهم ثقة في نفسهم. وثقة في دينه. محبة له دينه. ومحازة له دينه. فالحكاية ما بتجينه ان احنا كل ما رحنا بنتكلم بنتكلم هم قاعدين مستمعين لا رجب انهم هما يقودوا حقيقة فيحنا السيرف السانت العاوزين نجاح اولادنا وابنائنا اولا بعد احنا برضو يعني طبعا بعد ذاك ان شاء الله اه حقدم لكم بس بقصتين يعني القصة الاولى بتاعت السنة الفاتت والله العظيم اتقلمت اقلم شديد جدا لما كنت بتكلم مع واحد من اولادنا عمره تقريبا واحد وعشرين سنة الولد قال ليه يعني بتكلم معاي قال ليه عاوزك تحفظني تحفظك شنو قال ليه صرت اللي اخلاص قلوه والله واحد الولد د له سبع سنين في ايو وستي الولد د له سبع سنين في ايو وستي وان احنا اولادنا دايلي على مقصرين بتكسير شديد جدا فيهم لدريد ان والد له سبع سنين في الاسرة السودانية عليه وانا اسرة المسلمة ايو وستي ومهو حرمز طوله والله واحد طيب اه القصة الثانية بقى من بابا الطرفة انه في واحدة طبيبة امريكية مشهورة جدا بيطلبون لها تيجي طيارة خاصة يجبها بطيارة خاصة من مدينة لمدينة عشتام العملية فجات في منهاتن فلما جات في منهاتن طبعا رجبة التكسي وتتكلم معهم عشان يجهزوا العملية جهزوا كده وأعملوا كده وسووا كده وطبعا سواق التكسي أو الأوبر دام بيكون دارتوا الناس مع الزبون عشان يكتب فهي استنوا تتكلم معهم جهزوا كده وحضروا كده وسووا كده وخطوا كده كده مليجرام السواق يعني زي بيهزر معه كان هندي فقال لا يا اخي يعني بدل خمس سبيع عملها سبعمية وصرت له كده وبعدين واصلت لأنه دي عملية مهمة جدا وبتاعه شنو يهدي معها زيدوا كده ونجسوا كده وأعملوا كده وبعاير كده بعدين برضو قطعها قال لا برضو غيري كده وبتاعه شنو وعن مسكت التلفون بيجي تشتم فيه انا زولة دكتورة اخصائية ليجس بتاعت حيوظة لموت وماشي نعمل عملية يخلق باطقتك وهبالتك ببطيلة وانت ما بتفهم وانت ما عارف شنو ستزده لو زيدنا حاجة ممكن ما خمتنيه يموتوا بتاعه شنو السواق التاكسي اللي هند دي رد عليها قال ليها بس انا ممكن اوضح لك حاجة انا في الهند بروفيسور بتعطيب انا بداري صدكات زي قدير انا بروفيسور بتعطيب يكين جيت هنا وانتحان المعادلة عقد لي العمور ما قدرت اخده فعشكين بيجيت شغعات تاكسي فقيت لا تعال كده دي قصدك شنو فبيجيت تراجع مع سواق التاكسي اكتشفت انه كلامه صح وكلام غلط المعلمات اللي عنده فعلة احسن وافضل يعني هتنجح العمل نسبة ان نجح العملية هتزيد بكلامه وببقى يعني هي ذاته متبهرة انه يكين الشاهد من القصة في شنو مش في القصة دي الشاهد من القصة انه ان احنا ممكن ننجح يعني ليه يكون انا سواق تاكسي ممكن اكون دكتور واخد عشرة ضعاف المرتب فاحنا عاوزين السنتر ده اي واحد عاوز يعني كلاسات معادلة كلاسات سيتزنشب كلاسات بيزنس الناس عاوز تدعم البازار في ربطر حيكوننا افطار جماعي كل يوم ان شاء الله والافطار ده عاوزين اخواتنا اللي بيبيعوا الاكل يجيبوا علينا اكسبوا من وراها ان شاء الله فانحنا حد احتاغش وفي القرب حتلقوا كل مرة برامج جديدة وافكار جديدة ان شاء الله الهدف حادي واحدة بس النجاح فقط النجاح فقط انه بس انتو تنجحوا كيف رحنا ننجح كيف اولادنا ينجحوا في دينهم ودنياهم احنا عاوزين اللي عنده بيت يكون عنده بيتين اللي ما عنده بيت عنده شدة يكون عنده بيت اللي ما عنده بيزنس يفتح البزنس بتاعه اللي عنده بيزنس ربنا يوسع عليه في البزنس بتاعته الحافظ صورة الفحة يحفظ المعوزات الحافظ المعوزات يحفظ الجزء عامة الحافظ الجزء عامة بيطراءه بيقراءه بيسبع قراءات يحفظ القرآن كامل ان شاء الله فدو الهدف انه عاوزين الناس بس تنجح في دينه وفي دنياها وربنا يوفق الجميع إن شاء الله ويريد تشرفونا وتابعوا معنا الأسكتجول عشان تشاركوا في المشاطات إن شاء الله ربنا يوفق الجميع